السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي ممكن كنت شغالة عرفت وعكذا واحد عايز تشغل معك في نفس الوقت فتعمل وركسيت بحيث تنظم الشغل بتاعك وتبدأ تعمل ملف سنترال ويبدأ الناس كلها تشتغل في نفس الملف وبش حد يقدر يعدل من شغل الاخرين لان احنا عمله وركسيت طيب بفرض ان احنا في بعضنا مثلا في حادة مختلفة من العالم واحد في عبدين واحد في الطلبية واحد في المرج فعايزين نعمل سنكولزيشن مع بعض تمام؟ لو عنا بفكرة ان احنا نروح في بيت حد بمواصلات صعبة جدا فهنحاول نشوف عن طريق الانترنت في طريقة سهلة جدا وبشكل فعلا خالص انت اوتوماتيك اول ما بتعمل حساب على الجيميل بيبقى كده انت عندك حساب على جوجل درايف جوجل درايف اللي هو دوت ده بتقدر تسيف الحاجات الميزة ان انت تقدر تنسدل جوجل درايف ديسكتوب والسطابة عندك ده برنامج بتروح مسطابه بحيس بحيس عندك في فولدر بتحط كل الملفات اللي موجودة بحيس اول ما تحصل تعديل التعديل ده يحصل على الانترنت اوتوماتيك نعم فبتقول له دونلود بتروح محمل الملف دوت اول ما الملف بيتحمل بيظهر عندي هنا في ايكونة تحت جنب الساعة ده بيجيب لي الملفات الموجودة واول ما بتعمل حاجة تعديل اي تعديل على الهرد بيحصل على الانترنت واي تعديل على الانترنت بيحصل تعديل على الشبكة ولو انا مستطب اكتر من ديسك توب في اكتر من مكان كلهم بيحصل اي تعديل بيحصل عند الناس كلها تمام فدي الميزة اللي احنا هنستغلها عشان نعمل ملف ريفيت كذا واحد ده الشعر عليه من اكتر من مكان تمام طيب انت اول ما بيستطب البرنامج بتلاقي هنا في الخصائص ان انت بتحدد هو موجود فيد تمام فانت بتحدد الفولدر بيباكلهم زي بعض ليه بحيس ما يحصلش مشاكل في المصور يعني ان انا مثلا عمل الفولدر في FBIM جوجل درايف فانت برضو خليوا كلكم نفس المصور يعني كلكم على ال F كلكم على ال D كلكم على ال I عشان ايه يبقوا كلهم زي بعض بدون ايشك خلص طيب بعد كده هتعمل ليه هتروح الراحل للريفيت عايزين نخلي الملف دوت ملف ده ملف عادي كنت امام الحاجة كده بالدينامو فاسبكم منها تمام طيب عايزة ابدأ افعل الورك سيت فاجه هنا اقول له فعال الورك سيت بيقول لي كل الليفلات وكل الجريد هتحطوا على وورك سيت اسمها Shared Level & Grid الورك سيت عبارة عن زي حساب في البنك او حاجة خاصة بيك ما حد تقدر يحرك الحاجة طول ما موجودة في الورك سيت بتاعتك تمام وكل العنصر الاخرى هتحطها في الورك سيت الورك سيت تقدر سميها الأسامة اللي انت عايزة يعني كنت سمي ايه وورك سيت الحوائط اللي في الدور التاني وورك سيت بتاعت احمد وورك سيت بتاعت الحاجة احمد وكذا ما عندوش ايه مشاكل خالص وحط العنصر اللي انت عايزة فيها بس المهم مين الورك سيت بتاعه تمام بحث مع عمر سليم ما عارف شو مين هو ده الورك سيت بتاع الجهاز طيب هتقول له مثلا انا عايز حاجة جديدة وقول له مثلا الول ورح هتقول للعناصر الول في قلب العنصر دوت تمام طيب يعني مثلا هاخد العنصر بيقول لي عايز تخلي الورك سيت هي الاكتف وورك سيت دلوقتي اقول له اوكي اول غرق كله بشي الورك سيت الغرق كله نشوف موضوع جوجل درايف لو انت عايز تغير الورك سيت هتقول له خلي الدي على الورك سيت اللي اسمه اول يبا كنا ما حدش يدري حركة غير لما يستأذن من الشخص اللي بيملكوا الورك سيت اللي اسمه اول طيب دلوقتي لما تجي تعمل سيف هو خلاص اول مرة بعد ما عملت الورك سيت خلاص منتظر اي حركة عشان يتلكك ويعمل نفسه ملف سنترال فاقول له سيف كل الفكرة ان انا هسجله هحطه في جوجل درايف اول ما تعمل تعديل يتعادل على نت يتعادل عند الناس كلها مرة واحدة اللي يعمل سنكولزيشن يتعادل عند الناس كلها مرة واحدة فاقول له خش هنا في الف في البيم في جوجل درايف بيم ارابي هاتش يقول لحد بتوع بيم ارابي ان انا استغلت الفولدر ده عشان نعمل عليه الشرح هنا في الوبشن بتقول له ميك زا سنترال موديل افتر سيف بش مديني اختيار في الحالات العادية هديني اختيار بس ده لانه هو ملف عادي ويتحول لسنترال فاجباري لازم يبقى سنترال تمام اوكي فاقول له سيف الفكرة كلها ببساطة ان انا هشتغل عادي واعمل سنكولزيشن فلما بعمل سنكولزيشن التعديل بيحصل هناك على طول بس هي دي 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 قصة كلها ودي المعمول كل يعني كل ما بتشغل هتقول له ايه سنك فايقول لي خلاص هعمل على فبيم جوجل درايف بيم عربيا بيم دوت ار في تي اول ما بتعمل بيروح النت ده شغاله هوت بيبدأ يعملك سنكولزيشن بص بيعمل سنكولزيشن ملف اللي اسم بيم وكل حاجة بتعدلها اوتوماتيك بتعدل يعني ملفات التنبليت وكل حاجات دي كلها بتتعمل الابديت فكل ما بتعمل التعديل هو بيعدل على الجهاز بتاعك يروح معدل على نت يعدل على الديناس كلها اوكي خلاص تلاقيه هو على طول ايه يعمل افديت والتاني يعمل افديت وهكذا فدي فكرة ازاي كلنا نشتغل على الانترنت من غير ما ندفع فلوس ومن غير ما يكلف نسان فلوس والف شكر لكم اشتركوا في القناة